بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله معكم بإذن الله أطيب الوصفات معنا أتمنى منكم اللي بيشوف القناة لأول مرة إذا عجبتكم القناة عجبكم المحتوى ما تنسونا من اللايك والاشتراك عندي إن شاء الله اليوم وصفة براونيس كيك بصوص الكرامل الطريقة كتير كتير سهلة ومميزة وشكلها جديد وطريقة جديدة إن شاء الله بتعجبكم طريقتها وخلونا مع الوصفة والمأدير عندي أول شيء إن شاء الله هون حوالي 150 جرام من شوكولات الداكن السوداء قطع بدي أسيحها أنا بالمقروب ممكن تسايحوها أنتوا على حمام مي ساخن طبعا كل واحد حسب الإمكانيات اللي بيقدر يعملها هون شايفين هيات قوام هون عندي هون حجيب كمان حوالي 3 معالق من الزبدة أو المنقرين كمان نفس الشيح أسيحهم بدي أحطهم بالمقروب نفس الشيح بسم الله الرحمن الرحيم لازم أسيحهم منيح هاي شايفين ونزلهم شوي شوي على الشوكولات اللي عنا وأحرقهم ليتجانسوا مع بعض بصير عندي سوس كامل وتكامل يعني من الشوكولات يعني شوي شوي ما بأسر دي قدقتين بصيروا عنا متكملين ومتجنسين مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم هاي كتل ما انتو شايفين همشي شوي شوي بعدين هاي بختلطوا منيح مع بعض هيصار السوس عند هيك شايفين كيف شكله وشايفين كيف اللمعة اللي فيه هيصوت الشوكولات يعني ولا كتلة فيه نظل نحركها أساس ما يتم عنا كتل من الشوكولات كلها تكون مع الزبدة هاي شايفين كيف السوس هيك صار عندي قوامها جاهز هلأ بنبلش بمقدير وصفتنا بسم الله هلأ بدي أجيب ثلاث حبات من البيض حجمه هون يكون كبير يعني مش صغير بسم الله الرحمن الرحيم وعندي بدي أجيب من السكر البني كمان واتنين من الفانيلا هاي شايفين بكتين من الفانيلا وسكر البني أنا حطيت بهاي الوصفة سكر بني حبوب وسط بسم الله الرحمن الرحيم الكاس اللي حطيتها عندي هون كاس اللي ربع يعني ما بحب الحلاء كتير أنتو إذا بتحبوا الحلاء بتحطوا كاسة مليانة أو من السكر الأبيض إذا مش متوفر كاسة اللي ربع لأن السكر الأبيض الحلاء فيه أكتر بخلطهم هيك منيح منيح مع بعض شايفين لا يكون قوام هون هيك صار عندي أقل شي أنا خفقتم هيك شي سبع دقايق بصارت عندي هيك الكثافة تبعتها بسم الله حلاء بدي أنزل عندي الصوز شوي شوي أنزل شوي شوي وأخفئ طبعا الصوز بكون عندي شوي بكون برد يعني ما بكون ساخن لأنه إذا كان ساخن ونزلنا على الوصفة طبعا الوصفة عندنا ما بتزبط بسم الله الرحمن الرحيم هاي حتى ما نزل لما تخلص عندي الكمية وتكون تجانست كلياتها مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم هاي كل مدار كله خلطه بصير عندي الصوز جاهز هون هيك شايفين لما يعطيني هيك قوام بصير يشد أنا هاي بصير تشد معي الوصفة هاي نزل كل الكمية نزلتها فبصير عندي الصوز هيك شادد شوي اتقيل شوي هاي شايفين بسم الله هاي شكله وقوامه هيك عندي جهز هاي صار عندي الصوز جاهز هلأ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم بد أنزل عندي هون كاسة من الطحين ومعلقة صغيرة من البيكن بودر بس معلقة صغيرة معلقة الطعام صغيرة يعني أصغر معلقة عندكم بتحطوها من البيكن بودر وكاسة واحدة هاي من الطحين أخلطها كلها يعتمع بعض شوي شوي بتصير عندي طبعا الوصفة بتشد بحط لطحين بتشد بتم أخفئ فيه هون أخلط نفس الاتجاع بصير عندي الخليط جاهز هاي شايفين طبعا أنا حميت الفرن على مئة سبعين درجة بهذا الوقت هاي بجهزها الفرن بدي يكون عندي على مئة سبعين درجة وبحطها طبعا بالفرن اللي حمنا لازم يكون مسبق ألشي عشر دقائق ربع ساعة هاي بسم الله الرحمن الرحيم شايفين هاي عندي جهزة هاي الصوز هاي شايفين طبعا متأكد انه ما فيه كتر ملة طحين عساس اي شايفين كيف بحركها وكلياتها نتأكد ولا بطعة طحين تحت عنها أنا جبت عندي هون صنية صغيرة وسط حطت فيها ورق زبدة إذا مش بتوفر ممكن تحطوا فيها طحين وزيت تدهنوها أو زبدة بدي حط نص المئدار اللي عندي هاي بدي أصبه بالصنية طبعا النص هاي عندي هون أنا صوص الكرامل أنا عملته قبل هيك على القناة بخليلكون شاء الله الرابط تحت هاي عندي حوالي 250 من هاي من كرام من الصوص الكرامل هاي أنا طبعا عملته قبل هيك وجهاز عندي بنحتفظ فيه البرد قال شي ستشور ممكن يعني ما بيصر له شي هاي هاي الطريقة أنا عملته قبل هيك متل مولد بخليلكون شاء الله الرابط هاي بدي أحط انتوا عشوائي بتحطوا حسب ما بتحبوا انتوا الكمية تقللوا تكتروا أنا عشوائي هاينا حطيت معالقة كبيرة في كل جهة معالقة من الصوص الكرامل هاي هاد عن نص اللي تحت هلا بعد ما أخلص هون بدي أحطوا النص التاني من العجينة على الوجه وهاي بقيت صوص الكرامل أدماء علاقتين كبار بدي أخليهم للوجه هاي شايفين بسم الله الرحمن الرحيم بحط بقيت الصوص سبع الشوكولات اللي عنا على الوجه عأساس بكون عنا صوص الكرامل بنص يعني بنص العجينة يعني محشي جواتها بيكون هاي بحاول أساوي الوجه كله عساس نغطي الطبقة اللي فوق منيح بكون الصوص طبعا عنا جوه بقلب الحشوة بقلب العجينة يعني محشي بسم الله هاي شايفين هاي مساحة الوجه منيح وضل عنده هون متل ما قلت معلقتين كبار حوال أو معلقة كبيرة حسب انتو ما بتحبوا الكمية وبدي عط معلقة حليب معها وبدي هلأ احطها بكيس صغير للتنزين وبدي حسب انتو ما بتحبوه بتحطوه على الوجه هيك انا بتحطها بالمعلقة ممكن اتحطوه انتو بكيس او قم على التنزين انا بدي حطها هيك بس عالجوانب بالمعلقة هاي شايفين حطت معلقة لانا تتبديها تطرى شوي بسم الله هاي شايفين بدي امشي عليها بالمعلقة هيك يعني بدون نقوم اعتزين كله اختياري ايه ازا بتتصعب وبتحطوها بكيس حلواني او هاي بدي حطهم هيك عشوائي خطوط بسم الله رحمن الرحيم هاي نزين الوجه فيها بسم الله هاي شايفين هلا طبعا برجع عندي بحط بدي اجيب عندي عودة خشب اي شي عندكو اي شي بتستخدموه بكون رفيع بدي اعمل خطوط يعني بالعكس بس لازيني يعني كله اختياري مكن ما هتحطو بس بلاقيها برضو بتاعة الطعم اطيب مع الكرامل من فوقه من جوه بالنص كتير كتير طعمتها بدي كتير طعمتها متل ما اوصف الكو ما بقدر كتير شاهية ولا زيزاي شايفين يعني عملت خط رايح خط جاي بالشكل ايه وهلا متل ما قلت انا حميت الفرن على مية وسبعين درجة بدي احطها بتاخد بالفرن معي خمس وتلاتين دقيقة من تلاتين لخمس وتلاتين حسب كل واحد والفرن اللي عنده يعني انتو بتشوفوا بترقبوها كل واحد حسب الفرن اللي عنده هياتها بعد بتصبط انا خمس وتلاتين دقيقة طلعت من عندي شايفين شكلها بتاسيبها تبرد وبدي اطلعها من البيركس طب هون انتو اختياري ممكن ترشوا عليها من السكر البودر طبعا كله اختياري ممكن ترجعوا تحطوا عليها من الصوس اذا دل عندكم منصوص الكرامل بتزينوها هاي شايفين انا بتحط خطوط حطتها بكيس حلواني الاول وصف الاول ما حطتها طبعا بالمحلقة بس هون عشان الخطوط رفيعة حبيت احطها بالكيس بتكون اسهل دل عندي معلقة وحطي طبعا اختياري متل ما قولت سكر مطحونة رشو هدا بيرجع لالكون بحطهم هلا على الوجه ونفس الشي بدي ارجع برضو عندي باي شي تسينوها بود خشب اي شي بترجعوا تعملوا خطوط طول وبالعرض رايح جاي بتعطينا الشكل اللي احنا باتنية بسم الله الرحمن الرحيم اهي شايفين اهي يعني اختياري بالروح ممكن تحطو كمان غير السوس ممكن تحطو شوكولات نفس الشي ازا عندكم متوفر مش متوفر متل ما قولت سكر مطحون اي شي متوفر بس هالوصفة متل ما قولت يعني اذا عملتوها بهيك طريقة بتطلع كتير كتير طعمها روعة كتير هاي شايفين بدي اقص شقفة هلا معكم ونشوف كيف الشكل تبحة واللون يعني قد ما وصفلكو طعمها رائع كتير كتير شاهي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هاي بدنا نقص شقفة ونشوف بسم الله الرحمن الرحيم هاي نطلع الشقفة شايفين شكلها شايفين لونها ان شاء الله بتجربوها متل ما قولتو بتعجبكن هالطريقة رائعة جدا واذا عجبكن هالفيديو ما تنسونا من اللايك من الشير وبنلاقيكن ان شاء الله فيديو داني وبأمان الله اشتركوا في القناة